مدبولي يؤكد متابعة الحكومة موقفاً خفاض أسعر السلع ويعلن عن عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة حركة الأسواق بوريلا يقول إن عدم تسهيل وصول مساعدات كافية لغزة يعني حكماً بالإعدام على الفلسطينيين بالقطاع ويحذر من حرب إقليمية بسبب التصعيد الحالي مجلس الحرب في إسرائيل يبحث اليوم كيفية الرد على الهجوم الإيراني وعقوبات أوروبية على تهران تستهدف برامج الصواريخ والمصيرات أسهل السامساء بتوقيت القاهرة الوحيدة بتوقيت جرانيش نشرة أخبرية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً لكم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحرس الشديد على متابعة حركة الأسواق وتوفر السلع للمواطنين في ضوء القرارات والإجراءات التي تخذتها دولة مؤخراً مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توفر السلع في الأسواق المحلية وخلال اجتماع الحكومة الإسبوعية بمقرها في العاصمة الإدرية الجديدة شدد مدبولي على متابعة ورصد الحكومة موقف خفض الأسعار تنفيذاً لتوجهات رئاسية في هذا الصدد واتصاقاً مع ما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية بما يصهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع وفي سياق آخر أكد رئيس الوزراء حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين من خلال تسليل مختلف المعوقات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اعترافا كاملا بالدولة الفلسطينية قال رئيس الوزراء القطرية محمد بن عبد الرحمن السان ان المحادثات بين حركة حماس واسرائيل تمر بمرحلة حساسة وتشهد بعض التعصر يأتي ذلك فيما اشارت حماس الى تراقع مستمر من الولايات المتحدة بشأن طرحتها تفاوضية بما يشكل انحيازا لاسرائيل جهود مستمرة من الوسطاء الدوليين للتوصل الى اتفاق بين حركة حماس واسرائيل يقضي بوقف لاطلاق النار في القطاع والافراج عن المحتجزين الاسرائيليين وتسهيل ادخال المساعدات الانسانية للمدنيين الجهود الدولية في العملية التفاوضية الهدفة لتجاوز العراقيل والاشتراطات المعقدة والوصول لاتفاق منشود تصطدم بحالة من الجمود عكستها تصريحات من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني والذي قال ان المحادثات تمر بمرحلة حساسة وتشهد بعض التعثرات مضيفا ان هناك محاولات لتذليل تلك العقبات قدر الامكان واضحات تمر في مرحلة حساسة وايضا ضروف المنطقة تمر في مرحلة حساسة دولة قطر موقفها واضح من ببداية هذه الاحداث في 7 اكتوبر نحن ندين بشكل واضح استهداف وقتل المدنيين مهما كانت خلفياتهم ولكن ايضا لا يصحك الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والتصعيد المستمر في الطفة الغربية على صعيد اخر قالت مصادر قيادية في حماس ان المحادثات حول وقف لاطلاق النار لم تصل الى مرحلة الانهيار لكنها شبه معلقة بسبب الفجوات والتطورات الاخيرة مضيفة ان التراجع الامريكي المستمر في طروحاته يشكل انحيازا لاسرائيل وهو ما ادى الى ازمة في المفاوضات واشارت المصادر القيادية في حماس لتقديمها رؤية للصفقة تستند لورقة الوسطى بمن فيهم واشنطن بناء على ورقة باريس الثانية مؤكدة تبني واشنطن موقف الاسرائيلية كاملا بعد رفض اسرائيل لورقة حماس ووسط حالة التشكك المتزايدة من قبل طرفي التفاوض يأمل العالم في سرعة التوصل الى اتفاق يحقن دماء المدنيين ويؤسسون مرحلة جديدة من المباحثات السياسية وفق المرجعيات المعتمدة تفضيل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية موسيقى موسيقى قال مفاوض سياسة الخارجية بالاتحادة الاوروبية جوزي بوريل ان عدم تسهيل وصول مساعدات انسانية كافية لقطاع غزة يعني حكما بالاعدام على الفلسطينيين في القطاع وأوضح بوريل ان هناك حاجة الى وكالة الانروا اكثر من اي وقت مضى مشيرا الى ان دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه هذا وقد استعرض مجلس الامن الدولي في جلسة خاصة التحديات التي تواجه وكالة الانروا حيث طالب فيها منذوب مصر بمجلس الامن السفير اسامة عبدالخالق اسرائيل بوقف سلوكها العضوانية تجه موظف الانروا مؤكدا ان استمرار دور الانروا مسئولية يتحملها المجتمع الدولي من جهته قال فلبا لازاريني المدير العام للانروا ان هناك مجاعة وشيكة بقطاع غزة الوضع المترد في قطاع غزة يجعل من المستحيل التخلي عن دور وكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا التي تواجه عراقيل عديدة في تقديم خدماتها الى الفلسطينيين بعد ان اوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب مزاعم اسرائيلية بان بعض موظف الوكالة قد شارك في هجوم السابع من اكتوبر الماضي مجلس الامن الدولي استعرض في جلسة خاصة تحديات التي تواجه الوكالة والتي طالب فيها مندوب مصر بمجلس الامن السفير اسامة عبدالخالق اسرائيل بوقف سلوكها العضواني تجاه موظف الانروا مؤكدا ان استمرار دور الانروا مسئولية يتحملها المجتمع الدولي تطالب مصر مجلس الامن باتخاذ موقف صارم يجبر اسرائيل على وقف هذا السلوك العضواني تشدد مصر ايضا على ان وكالة الانروا تقوم بدور اساسي وحصري لا يمكن استبداله او تغييره لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة لامم المتحدة منشئ لها رقم 302 لعام 1949 ان الدور الذي تقوم به الانروا لا يعد تفضلا على الشعب الفلسطيني ولكنه مسئولية يتحملها المجتمع الدولي بسبب مأثاة هذا الشعب الذي هجر من اراضيه وصول باوطن اما المدير العام للانروا فليب لازاريني فقد طالب بتحقيق مستقل بهدف حماية موظف الوكالة مشيرا الى ان هناك حملة ماكرة لانهاء انشطة الانروا وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على السلم والامن الدوليين هناك مجاعة وشيكة بالقطع في الشمال بدأ الردع والاطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف وعبر الحدود ينتظرون الغذاء والماء النظيف ولكن الانروا لا يسمح لها بتوصيل هذه المساعدات وانكوز الاروا ومع مرور اكثر من ستة اشهر لا يزال الاحتلال الاسرائيلي واصل القصفة يحاصر اهالي قطاع غزة باستخدام سلاح التجويع مما جعل معاناة الاهالي في ازدياد مستمر اطلقت الامم المتحدة نداء عاجلا بقيمة 2.18 مليار دولار لتمويل جهود الوكالات الاممية وشركائها في قطاع غزة وضفة الغربية المحتلة وفي بان الله ذكر مكتب الامم المتحدة لتنسيق شؤون الانسانية ان النداء هو جزء نحو 4 مليارات دولار تحتاجها الامم المتحدة وشركائها لدعم الاحتياجات الاساسية لملايين الاشخاص هناك اشتركوا في القناة للمزيد من المتابعة ينضم الينا عبر الهاتف دكتور سعيد الزغبي استاذ العلاقات الدولية دكتور سعيد مصر اكدت ان الانورواء يجب ان تقوم بالدور الامسل لمساعدة الفلسطينيين والقيام بمهامها في داخل قطاع غزة برأيك في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها الوكالة الاممية كيف تمارس عملها اهلا بحضرتك واهلا بسادة المشاهدين وعايزين نقول ان مصر غير المساعدات الانسانية والدعم اللوجيستي اللي بتقدموا لي قطاع غزة في ظل الظروف اللي احنا فيها منذ السابع من اكتوبر يعني احنا لو بصينا لحنلاقي 65% من المساعدات الانسانية دخلة من مصر وكلها من جمهورية مصر العربية اعتقد ان مصر برضو شغلها الشاغل ان تكون هناك عودة مرة تانية الى الانورواء والمساعدات المادية اللي بتعملها هذه الوكالة الاممية وانا عايز اقول لحضرتك ازاي ما احنا سمعنا برضو في التقرير ان الوكالة صادرة بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 302 منذ عام 48 وهي بتساعد اكتر من 5 و 6 من 10 مليون لاجئ فلسطيني ليس فقط في الاراضي الفلسطينية ولكن ايضا في بعض الاراضي دول الجوار زي الاردن والابنان وسوريا اعتقد ان احنا دور المصري دور يعني ليس فقط ايضا في المساعدات الانسانية ولكن ايضا احنا بننادي في كل المحافل الدولية لسه سات رئيس عبدالفتاح السيسي امس مجتمع مع ملك البحرين ويتكلموا ايضا في هذه النقطة العودة الدائمة والمستدامة لهذه الوكالة لضافة الاخوة الفلسطينيين ليس فقط ايضا في القطاع غزة ولكن ايضا في الضقفة الغربية واحنا عارفين تماما ما تفعله هذه الوكالة بالنسبة من ناحية التفقيف والتعليم وبناء المدارس والبناء التحتية الخاصة بالتعليم بالنسبة للفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية والدول الجوار فمصر لها دور كبير جدا في هذه العودة وانا اعتقد ان احنا ايضا سوف يتم مناقشة هذا الموضوع في مؤتمر القمة العربية اللي حينعقد ان شاء الله في دولة في مملكة البحرين واعتقد ان كل الدول العربية مجمعة وهناك تواصق في الرؤى المصرية بالنسبة لهذه الخطوة عودت مرة اخرى الدعم المادي والانساني واللوجيستي اللي كانت بتقدمه وكالة الانروا بالنسبة له تتفق المواقف اذا دكتور سعيد لكن الممارسات الاسرائيلية لا تختلف من انتهاكات مستمرة سواء بحق الشعب الفلسطيني او حتى في المقرات الخاصة بالمنظمة والتي تقدم الدعم كما ذكرت للشعب الفلسطيني اذا ما يمكن ان يوقف هذه الممارسات وكيف تحاسب اسرائيل في مثل هذه الظروف شوف حضرتك احنا من حوالي اربع شهور احنا شوفنا بعض الدول الاجنبية بتقدم يعني زي دولة جنوب افريقيا قدمت في محكمة العدلة الدولية ليس فقط انتهاكات زي ما حضرتك بتقولي او يعني قتل ولكن احنا بنشوف ابادة جامعية بحق الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة ولكن في كل الاراضي الفلسطينية هناك ابادة جامعية ابادة عرق تام ليس فقط قتل نساء واطفال وهدار بنى تحتية موجودة في قطاع غزة ولكن هناك ابادة جامعية انا اعتقد اني لابد من توافق فيه الرؤى واعتقد يعني القيادة السياسية وسيدة رئيس عبدالفتاح السيسي يعني لو حضرتك تتذكري معايا كده يوم 21 اكتوبر مؤتمر قمة القمم اللي حصل الهجوم البري الوحشي من الكيان السوريوني على السلطة الفلسطينية يوم 21 اكتوبر وسيدة الرئيس عرض رشدة مصرية لعلاج هذا الموضوع وهو يعني احنا هنبتدي ان احنا نحل الموضوع ده بوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار يعني لو حصل هذا المبدأ بالرغم من تعارض هذا المبدأ مع الكيان السوريوني حضرتك لو احنا متبعين يعني من حوالي اسبوعين كان فيه هناك قرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار ولكن هناك عدم احترام للكيان السوريوني لهذا القرار ولكن زي ما بقول حضرتك نرجع لرشدة المصرية اللي احنا قلناها من يوم 21 اكتوبر اللي هو مخرجات هذه القمة وقف الفوري لاطلاق النار ثم العودة الى طاولة المفاوضات اي نعم احنا هنرجع تاني للمربع صفل ولكن لابد من العودة الى طاولة المفاوضات مرة اخرى بين الجانب فماسوي نيتانياهو في الكيان السوريوني واعتقد ان احنا ممكن يعني ممكن هذه الازمة تحل ان شاء الله ونتمنى كلنا كمحللون ومراقبين في قمة القمة العربية ان شاء الله القادمة ان يكون فيه توافق فيه الرؤى والخطط الاستراتيجية اللي هتعرضها مصر في هذه القمة بالنسبة للحل الجزري والمستدام لهذا الصراع وهذا النزاع الوحشي اللي بحسل على الاراضي الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اشكرك جزيلا شكرا دكتور سعيد الزغبي استاذ العلاقات الدولية غزة تطمرت تبدلش حاجة اشكرك جزيلا اكدت السلطات الصحية في غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلية ارتكبت سبع مجازر خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية واسفرت عن واحد وسبعين شهيدا ومئة وستة مصابين واعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الى سلسة وسلسين الفا وتسعمائة وسبعين شهيدة وستة وسبعين الفا وسبعمائة وسبعين مصابة وذلك منذ السابع من اكتوبر الماضي مشيرة الى ان عددا من الضحايا لازال تحت الركاب وفي الطرقات وان التواقم الخاصة بالاسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول اليهم الى ذلك وصلت مدفعية الاحتلال الاسرائيلية قصف المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية لمدينة غزة وذلك في اليوم الخامس والتسعين بعد المئة من العدوان المتواصلي على غزة وافتت مصادر فلسطينية بان مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على مناطق الشيخ عجلين وتل الهوى والزيتون ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين هذا ووصل طيران الاحتلال الحربية قصف منازل في تل الهوى ومخيم الشاطئ بمدينة غزة أفدت بلدية النصيرات بان الاحتلال الاسرائيلي دمر نحو 25 ألف متر مربع من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وخمسة ميادين وتقاطعات رئيسية وذكرت البلدية في بيان أن الاحتلال دمر 12 بئر مياه ونحو 4000 متر طولي من شبكات المياه وخمسة عشر من محابس المياه ومحططي تحليت مياه كما تم تدمير عشرة مولدات للكهرباء تعمل على تشغيل المولدات لضخ المياه وستة من أنظمة الطاقة الشمسية التي تخدم مرافق البلدية وشارت إلى ترقم نحو 20 ألف طن من النفعيات في الشوارع وحول مراكز الإيواء بسبب نفاذ الوقود وتدمير عدد من أليات البلدية وكذلك منع وصول تواقم البلدية إلى عدد من المناطق في النصيرات نشرت هيئة الأمم المتحدة تقريرا عن استشهاد أكثر من عشرة ألاف امرأة في قطاع غزة منذ بدء العضوان الإسرائيلي على القطاع ووفقا لتقرير الأمم المتحدة فإن حصيلة الشهدات الفلسطينيات تضم أكثر من ستة ألاف أم تركت خلفها أكثر من تسعة عشر ألف يتيم في القطاع على مدار نحو مائتي يوم هي عمر الحرب الإسرائيلي الغاشمة على قطاع غزة وأدى إلى استشهاد أكثر من أربعة وثلاسين ألف فلسطيني ووفقا لتقرير نشرتهم منظمة الأمم المتحدة للمرأة أعلنت فيه استشهاد أكثر من عشرة ألاف امرأة في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي هيئة الأمم المتحدة أكدت أن هناك أكثر من ستة آلاف أم فقدت حياتها من بين أولئك الذين فقدوا حياتهم وخلفت وفاتهن حوالي تسعة عشر ألف طفل يتيم التقرير حذر من أن النساء اللائي نجين من وابل الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية يواجهن الآن النزوح والترمل والجوع وغيرها من الصعوبات معربا عن قلق بالغ من أن أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في القطاع يواجهن جوعا كارسيا يكاد يكون من المستحيل معه الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة أو المياه الجارية السلام والسلام وحده هو السبيل لإنهاء هذه المعاناة حتى وإن انتهت سيبقى أصارها لأجيال هذا ما أكدته الأمم المتحدة حاسة على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الداعي لفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق بات أطفال الصف الخامس بمدرسة فلسطينية يشاهدون مشهدا مؤلما يتكرر يوميا داخل فصلهم المدمر وصحات مدرستهم المنهكة وتعكس أعينهم البراءة المفقودة والقلوب المثقلة بأعباء الحرب وينضم إلى حديثهم معلمهم ملقيا ضوء على التحديات التي تواجه المدارس في توفير بيئة تعليمية مناسبة كنا ندرس فينا دول المدارس وكنا نلعب في الساحة نزلونا اللعب بالكوار وكنا نطلع فورسا نطلع على الصوف اللفلف يجعلنا المدير اللفلف على الصوف يوزع علينا الكتب أنا من الأوائل كل 98 أجيب 100 كو صفنا شوف كيف يتدمر يا الله كيف الحرك شوف يتدمر كيف شوف غرفة المدير كان يجي بدنا هالكتب وهالحلوات كان يوزح علينا كل حاجة وكان يوزح علينا ألعاب هناك تدمير على مستوى المقاعد الدراسية تدمير على مستوى المرافق الدراسية كذلك تدمير على مستوى الحياة التعليمية هناك تدمير الجامعات وهناك تقريبا دمرت جميع جامعات قطاع غزة ومدارس قطاع غزة تقريبا وكذلك رياض الأطفال هناك تدمير شامل كل لقطاع غزة والقطاع التعليمي في قطاع غزة من ناحية أخرى نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريرا صلطت فيه ضوء على مخطط جديد لوزارة الأمن القومية الإسرائيلية تسعى من خلاله إلى تدمير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى لتضييق على الفلسطينيين وبحسب التقرير فإن المخططة الإسرائيلية يشمل تركيب وسائل تكنولوجية في الحرم لمساعدة شرطة الاحتلال على السيطرة على الأوضاع بشكل كبير فصل جديد من المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى وإيجاد واقع جديد من بين فصوله التضييق على الفلسطينيين خصوصا سكان مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة الراغبين في الدخول لباحات المسجد الأقصى في مقابل السماح للإسرائيليين بالدخول وسائل إعلام إسرائيلية نشرت تقريراً سلطت فيه الضوء على تفاصيل مخطط وزارة الأمن القومي الإسرائيلية والذي يشمل تركيب وسائل تكنولوجية في الحرم القدسي لمساعدة شرطة الاحتلال على السيطرة على الأوضاع بشكل كبير محاولات متجددة من قبل السلطات لتركيب كاميرات مراقبة في ساحات المسجد الأقصى قوبلت في السابق برفض ومعارضة شديدة أدت إلى احتجاجات عنيفة مخططات يتبنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غافير لتهويد المسجد الأقصى ونزع الهوية الإسلامية والمسيحية التاريخية من مدينة القدس المحتلة وفرض الطابع اليهودي خطة العمل الجديدة للوزير اليميني تستهدف تعزيز قبضة الاحتلال في الحرم القدسي ومنح الإسرائيليين الحق في اقتحام باحات المسجد الأقصى في مقابل التضييق على غيرهم أهداف جديدة لإسرائيل تأتي بعد الأزمة الكبيرة حول وضع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة التابعة للشرطة على أبواب الحرم في عام 2017 والتي أصارت احتجاجات عنيفة بين أهالي القدس المحتلة وشرطة الاحتلال الإسرائيلي الأعضاء اليمينيون داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية يسعون لفرض إجراءات جديدة وواقع دائم داخل مدينة القدس المحتلة وفي الحرم القدسي استغلالاً انشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة من عدوان غاشم تجاوز الشهره السادس فضلاً عن موقف رئيس الحكومة بن يمين نتنياه الذي لا يرغب في انهيار التحالف الوزاري القائم أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بمقتل شخصين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفريكلا جنوبية لبنان وأوضحت وكالة الإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عدداً من البلدات في جنوب لبنان بالغارات والقذائف المدفعية السقيلة والفسفورية إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد الإصابات جراء قصف حزب الله على منطقة عرب العرمشة في الجليل الغربي إلى 19 إصابة أعرب وزير الخارجية الصينية وعنجيه عن أمله في أن تستمع الولايات المتحدة للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالعدوان على غزة دعياً إلى ممارسة ضبط النفس في القطاع وعقب محادثات مع نظيرته الاندونسية ريتنو مارسودي في جاكارتا أكد وزير الخارجية الصينية أن بلاده تتوقع من الأمم المتحدة أن تطلع بدورها في قطاع غزة مشدداً على أنه لا توجد استثناءات في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي بما في ذلك قواعد مجلس الأمن معتبراً أن الولايات المتحدة ليس لديها امتيازات خاصة على حد تعبيره دع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبية جوزيب بورل إسرائيل إلى ضبط النفس فيما يتعلق بالراضي على الهجمات الإيرانية الأخيرة جاء ذلك على همشي اجتماع وزراء خارجية الدول لمجموعة السبع بإيطاليا يجب أن نطلب من إسرائيل ضبط النفس تجاه هجمات إيران فنحن لا يمكننا التصعيد لا يمكننا المضي خطوة بخطوة تجاه حرب إقليمية فلا أريد أن أبالغ ولكننا على حفة حرب بالفعل نشرة الثالثة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري أفادت وسائل أعلام إسرائيلية أن حكومة إسرائيل إلا خططت لتوجيه ضربات انتقامية ضد تهران ردا على القصف الإيراني لأراضيها السبت الماضي يأتي ذلك فيما نه من المقرر أن يعقد مجلس الحرب في إسرائيل اجتماعنا اليوم لبحث كيفية الرد على الهجوم الإيراني إسرائيل تريد السأر بعد الهجوم الذي شنته إيران بطائرات مسيرات وصواريخ ردا على استهداف مجمع سفارتها في العاصمة السورية دمشق ووسط ضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل الرد بشكل لا يرفع من منسوب التوتر في المنطقة تتهيأ إسرائيل لشن هجوم وشيك ضد إيران سواء داخل أراضيها أو ضد وكلائها في المنطقة وبحسب صحيفة والستريت فقد بدأت إيران في تجهيز قواتها الجوية والبحرية استعدادا لهذا الهجوم المحتمل الصحيفة نقلت أيضا عن مسؤولين ومستشارين إيرانيين قولهم إن طهران بدأت في إجلاء موظفيها من مواقع عدة في سوريا خشية الانتقام الإسرائيلي حزب الله اللبناني من جهته كسف من هجماته ضد إسرائيل خلال اليومين الأخيرين واستهدف بالصواريخ الموجهة والمسيرات مواقع إسرائيلية أدت إلى وقوع إصابات عديدة وفي سياق التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى منع إسرائيل من الرد على الهجوم الإيراني قرر قادة الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات على إيران بعد هجومها الأخير على إسرائيل وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في ختام قيمة في بروكسيل شارك فيها قادة الدول السابع والعشرين الأعضاء في التكتل أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات تندج طائرات مسيرة وصواريخ أجرينا نقاشا جيدا نشعر أنه من المهم للغاية بذل كل ما في وسعنا لعزل إيران العقوبات الجديدة التي سيجري فرضها على إيران ستستهدف شركات المشاركة في إنتاج المسيرات والصواريخ وفي بيانهم الصادر في ختام القمة دعا قادة الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس مع الابتعاد عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات في المنطقة في الأثناء تعهدت واشنطن بفرض مزيد من العقوبات التي تستهدف برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والحرس السوري ووزارة الدفاع وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الإجراءات الجديدة ستواصل الضغط المستمر لاحتواء وإضعاف قدرة إيران العسكرية وفعليتها والتصدي لمجمل سلوكياتها افتتح وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تياني أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في مدينة كابري الإيطالية وناقشت الجلسة الصباحية للاجتماع الأوضاع الرهنة في الشرق الأوسط والعقوبات المحتملة فرضها على إيران وذلك بعد هجومها على إسرائيل ومن المقرد أن تبحث الجلسة المسائية تعزيز علاقات المجموعة مع القارة الإفريقية وبحث آخر تطورة الأزمة الأوكرانية وصفت روسيا مشروع حزمة المساعدات الأمريكية المحتملة لأوكرانيا بأنه إثار للحرب واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوب أن واشنطن في ظل الخلافات السياسية الداخلية تبحث عن طرق مختلفة لمواصلة مساعدة أوكرانيا وهو ما يمثل حافزاً لكييف للقيام بمزيد من الأعمال العدائية على حد وصفه مشيراً إلى أن هذه المساعدات تضمن أرباحاً للولايات المتحدة حسى رئيس الوزراء الأوكرانية دانس شاميهال الكونغرس الأمريكي على تمرير مشروع قانون للمساعدات الخارجية المتعسر منذ فترة طويلة محذرة من إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا خسرت بلادهم صرعها مع روسيا وأرب رئيس الوزراء الأوكرانية عن تفاؤله الحذر بموافقة المشرعين الأمريكيين خلال الجلسة المقرر نعقدها بعد غد السبت على حزمة المساعدة لكييف والتي تقدر بحوالي 61 مليار دولار هذا وأكد شاميهال على حاجة أوكرانيا الماسة لهذه الحزمة من المساعدات مشدداً على أن الوضع على الجبهة يعد صعباً للغاية أعلن السلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 13 طائرة مسيرة تمثل كل الطائرات المسيرة التي استخدمتها روسيا ليلة الماضية في هجوم شنته على سبع مناطق وألحق الهجوم الروسي على مدينة تشيرنهيف أضراراً بالمنية التحتية في المدينة وهو أكبر هجوم تشنه روسيا منذ أسابيع حيث دفع كبار المسؤولين الأوكرانيين إلى الدعوة للحصول على دعم إضافياً من الدفعات الجوية رغم ظلالة التي ألقتها توترات الشرق الأوسط على الأزمة الأوكرانية إلا أن أحداثها لا تزال مشتعلة على الصعيدين السياسي والميداني ففي خطوة أخيرة واصلت الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لأوكرانيا حيث من المنتظر أن يصوت مجلس النواب على مساعدات عسكرية للحليفتين أوكرانيا وإسرائيل وكشفت لجنة المخصصات في مجلس النواب تشريعاً سيجري بموجبه تقديم 60.48 مليار دولار للتصدي للصراع في أوكرانيا وهي خطوة كانت علقة على مدى شهور عديدة بسبب خلافات داخل الحزب الجمهوري ومع توالي استغاثات الرئيس الأوكراني زينيسكي المعتاد بحلفائه لتعزيز الدفاعات الجوية لبلاده في أسرع وقت دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على التعجيل بإقرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا مؤكداً في حديث له أنه سيوقعه فوراً ليصبح قانوناً ومع ضربات روسيا المتوالي على المدن الأوكرانية مستهدفة انقطاع الطاقة وقطاعات البنية التحتية الأخرى كرر زينيسكي التحذير من نقص المساعدات العسكرية الغربية مشيراً إلى أن هذه التطورات لم تكن لتحدث لو تلقت أوكرانيا ما يكفي من معدات الدفاع الجوي أعلنت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء السفير الروسية لدى برلين سيرجي نيتشاديعف على خلفية إعلان مدعين فيدراليين في ألمانيا القبض على مواطنين ألمانيين روسيين في ولاية بافاريا للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والتخطيط لأعمال تخريبية لتقويد الدعم العسكري لأوكرانيا أوضح المدعون أن المشتبه فيهما تم القبض عليهما في مدينة باريوريت بتهمة استكشاف أهداف محتملة لإشان هجمات عليها بما فيها منشآت تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا أعلنت الخارجية الصينية عن ترحيبها بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكن إلى بيكين وذكرت وسائل أعلام أمريكية أن بلانكن سيغادر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في رحلة مدتها أربعة أيام إلى الصين حيث سيلتقي بكبار المسؤولين الصينيين وسط تصعود التوترات بشأن التجارة وتحالف الصين مع روسيا وتحركات بيكين العضوانية ضد الفلبين في بحر الصين الجنوبية هذا ومن المتوقع أيضا أن يثير بلانكن مخوف الولايات المتحدة من أن بيكين تساعد روسيا في بناء قاعدته الصناعية الدفاعية لخوض الحرب في أوكرانيا أفد بحثونا في معهد بوتستام لأبحث تأثير المناخ أن تغير المناخ سيتسبى في خسائر للاقتصاد العالمي تبلغ قيمتها 38 تريليون دولار سنويا وذلك بحلول عام 2049 وقالت وكالت بلانبرغ أن تغير المناخ سيتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة خلال الأعوام الخمسة والعشرين القادمة في كل الدول تقريبا لا تزال الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ هي الخاسر الأكبر من أمر لا ناقة لها فيه ولا جمل فتشير الدراسات إلى أن هذه الدول ستعاني خسارة في الدخل أكبر بـ 40% من خسارة الدول ذات الإنبعاثات الأعلى وأكبر بـ 60% من الخسار التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع ومن المتوقع حسب الدراسة التي أجرتها مجلة نيتشر أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13% وكل من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11% وذلك بسبب تغير المناخ بحلول عام 2050 الدراسة أظارت أيضا أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويا بحلول عام 2100 إذ ارتفعت درجة حرارة الكوكب بما يتجاوز درجتين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر وسيؤدي تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بحوالي 38 تريليون دولار أي نحو 20% غير أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيا لتجنب مزيد من التبعات الاقتصادية المدمرة بعد عام 2050 التقى الرئيس البولندي أنجري دودا برئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال زيارته لنيويورك وأنقلت وكالة الأنباء البولندية أن رئيس البولندي وترامب أجرياء محادثة ممتازة في أجواء ودية ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لإحتمال عودة المرشح الجمهورية ترامب إلى البيت الأبيض هذا ويقوم الرئيس البولندي بزيارة تستغرق أسبوع إلى الولايات المتحدة وكندا لإجراء محادثات حول الأمن الدولي والبنية التحتية والطاقة جدد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الراسخ والدعي إلى حتمية التعامل بشكل فوري ومسؤول مع الأزمة الإنسانية المتفجرة في قطاع غزة وضرورة تكاتف الجهود الرامية للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها وخلال تصال هاتفي تلقى من نظيره البولندي راتزولاف سيركوسكي أكد وزير الخارجية ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون أي تعوائق لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل القطاع مجددا رفض مصر التام لأية عملية عسكرية فيه رفح الفلسطينية نظرا لتدعيتها الإنسانية الخطيرة من جانبه أشهد وزير الخارجية البولندي بما تقوم به القاهرة من جهود حثيثة على كافة المستويات ومع مختلف الأطراف وذلك لحل حالة الأزمة الرهينة التي يشهدها قطاع غزة أكدت مصر أن مطالب دول القارة الأفريقية من البنك الدولي تشمل دعم العمل المناخي لافتة إلى توجيه النداء لمجموعة البنك الدولية لتكون من بين الجهات داعمة لحشد تمويل المطلوب سنويا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في قارة أفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار جاء ذلك خلال إلقاء مصر كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وأشارت مصر إلى ما سيصهم به هذا التمويل من تعزيز لقدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ ودعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم تطوير أسواق الكربون انتهى تألجان الأربعة دائمة تابعة للبرلمان العربي من اجتماعاتها حيث ناقشت لجنة الشؤون التشرعية والقانونية تأثير تغيرات المناخية على حقوق الإنسان وإدماج الحقوق مع السياسات البيئية بالإضافة لإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في إطار التحضير للجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر السبت بمقر جامعة الدول العربية انتهت اللجان الأربعة دائمة من اجتماعاتها حيث ناقشت لجنة الشؤون التشرعية والقانونية تأثير التغيرات المناخية على حقوق الإنسان وإدماج الحقوق مع السياسات البيئية بالإضافة لإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية قضايا الشباب والعمل التطوعية ومشروع استرشادي لدعم العمل التطوعي في الوطن العربي بالإضافة لقضايا أخرى متعلقة بالمرأة طبعا ناقشنا عدد من البنود وهناك كان سبعة بنود أهم هذه البنود أخي العزيز هي الرؤية البرلمانية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية موضوع كبير قد نلاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك في الوطن العربي تغير المناخ وزادت درجات الحرارة وارتفعت في بعض المناطق والمنخفضات الجوية والأعاصير أصبحت في طريقها الوطن العربي وأصبحت يتأثر بها المواطن العربي تأثر أبالغ اللقنة درست هذا الموضوع وهناك من الدراسات الكثيرة في هذا الموضوع وإن شاء الله سيكون هناك رؤية عربية ستعرض قريبا للحد من تأثير الانبعاثات الحرارية وإن شاء الله تكون بيئة نظيفة بإذن الله لجنة الشؤون الخارجية بحثت سبل تعزيز الأمن القومي والاستقرار في العالم العربي بالإضافة لإعداد مذكرة بشأن مواجهة سفر الإرهابيين وتحريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية وعلى الصعيد الاقتصادي ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية المنظومة الرقمية والتشريعات الخاصة بها وأطر التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والوصول لتشريعات خاصة بالرقمنة دفنا على رؤية عربية حول الاستقرار في الوطن العربي وهذه الرؤية عرضنا اليوم لهيكل تاحة وتفقت عليها اللجنة كذلك ثم الحديث على رؤية عربية بالنسبة لتنقل والإرهابيين بين الدول العربية وهذا موضوع مهم وخطير جدا كانت اللجنة صادقة على إنشاء هذه اللجنة سابقا وهي لجنة مشتركة طبعا وقمنا بها الآن باستعانة بخبراء تقدمنا هناك خبيران خبيرة مصرية وخبيرة جزائري تم الاتفاق عليهما طبعا هم الآن بصدد القيام بهذه الرؤية طبعا بتحت إشارف لجنة الشؤون الخارجي وسياسي والأمن القومي اليوم إحنا إن شاء الله تواجدنا في لجنة الاقتصادية والمالية بالبرنامج العربي لمناقشة عدة موضوعات تخصصية كان على رأسها أن اللقاء تم فيديو كونفرنس مع مجلس الوحدة الاقتصادية الرقامية الحقيقة كان منقشة حول أطر التعاون وتنشيط الاقتصاد الرقمي ما بين الدول العربية من خلال هذا المجلس اللي بيمزي الموجود كبير جدا على رعاية المصالح الاقتصادية ما بين الدول في إطار المنظومة الرقمية أعتقد أن كافة الدول العربية ملتزمة بالتشريعات الخاصة بالرقمنة هناك مشروع قانون استرشادي تم إقراره سابقا وهو تمكين المرأة إن كانت تمكين البرلماني أو الاقتصادي وتمك مناقشة إمكانية إطلاق هذا القانون أو هذه الوسيقة الاسترشادية في أي دولة عربية ترغب بهذا الموضوع هذه أهم العناوين التي تمت مناقشتها اليوم جهود متواصلة للبرلمان العربي من خلال لجانه المختلفة للخروج بتوصيات تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في إطار منظومة متكاملة لحل قضايا الشأن العربي محمود جميل التلفزيون المصري انتهت الحكومة من استعداداتها المبكرة لإجراء امتحانات الثانوية العامة لأكثر من 800 ألف طالب وأكد وزير التربية وتعليم رضا حجازي أنه سيتم سحب الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجانا من الخبراء لاعتمد نموذج الإجابة حرصا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملا هذا وأشار إلى أنه سيتم تصحيح إجابات أسئلات البابلشيت إلكترونيا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية ذلك من خلال إرسال صورة إجابة طالب لإثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية شاملة في قرية أبو سعد الكبرى تابعت لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة شهدت القافلة توقيع الكشف الطبيع على المواطنين من خلال 11 عيادة تخصصية وصيدلية لصرف العلاج بالمجان مع تحويل الحالة الحارجة لتلقي العلاج بالمستشفيات فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية الكوافلة الطبية جابت هنا 11 عيادات تخصصية بتغطي الكرية وبتغطي الكرة التابعة لها عبارة عن 10 عيادات تخصصية زي عيادة تنظيم القصة الكشف والعلاج والتحليل الطبية والأشعة بتتم في الكوافلة بالمجان تماما أنا ما أعمل تحليل طبية في أكثر من 40 تحليل بيقدمهم للمرضى هنا معانا جهاز أشعة X-ray للكشف على الزام والصدر الكوافلة بتشمل خدمات التسكيف الصحي المصاحبة للكوافلة ليه بتعرف المواطنين وبتعرف المرضى المتفضدين على الكوافلة بالأمراض السرية وكيفية التعامل معها وكيفية الوقاية من الأمراض أنا جيت كشفت النهاردة أسنان وخدت علاج والكوافلة فيها كل حاجة بالمجان وفيه أشعة وفيه تحليل وكل حاجة كويسة وبالمجان نشكر القائمين على الكوافلة الطبية والحمد لله يعني هم دايما باستمرار بجول القرية بتاع بسعادة الكبيرة نحن أعطعنا تذاكر وكشفت على أولادي وما فيش هنا أخذ فلوس والكوافلة كويسة وفيه اهتمام سمعت عن الكوافلة الطبية جيت أنا أولادي أطاعت التذاكر كله ببلاش ختم النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار مدبولي يؤكد متابعة الحكومة موقف انخفاض أسعار السلع ويعلن عن عقده اجتمعاً أسبوعين لمتابعة حركة الأسواق بوريل يقول إن عدم تسهيل وصول مساعدات كافية لغزة يعني حكماً بالإعدام على الفلسطينيين بالقطاع ويحذر من حرب إقليمية بسبب التصعيد الحالي مجلس الحرب في إسرائيل يبحث اليوم كيفية الرد على الهجوم الإيراني وعقوبات أوروبية على طهران تستهدف برامج الصواريخ والمسايرات مشاهدين وصلنا مع حضراتكم إلى ختم النشرة الثالثة شكراً لكم وإلى اللقاء شكراً لكم